في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سمو حافظه الله في مجلسه الأسبوعي بقص الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعالية الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع قد رحب سمو حافظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا تكريسا لنهج المجتمع وسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير ومنوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر